الطيارة بتاعت مين؟ سؤال الخمسة ونصف مليون دولار التي وجدوها داخل طائرة خاصة أقلعت من مصر ثم تم التحفظ عليها في زنبيا وبداخلها ملايين الدولارات ومئة وسبعة وعشرين كيلو ذهب تبين وفقا للرواية الزنبية الثانية بعد الأولى أن نسبة كبيرة منها نحاس وأسلحة نارية ومخازن ذخيرة طائرة مريدة نصف رحلاتها من وإلى القاهرة وجهاتها تطرح ألف علامة استفهام تذهب من القاهرة إلى تل أبيب وإلى مناطق طرفين زاع الليبي وهي ملفات يشرف عليها جهاز المخابرة العامة المصري تذهب الطائرة من القاهرة إلى مدينة العالمين الجديدة مرتين في يوم واحد وهو الثلاثين من يونيو الماضي تخرج الطائرة بسلام من داخل مطار القاهرة الدولي دون مضايقة أو مراقبة أو شك من أحد صمت رسمي خرس إعلامي تبرير إلكتروني ومحاولة تعتيم كاملة على ما يجري دفع أحد أدرع النظام للشكوى على تويتر قائلا أصبحنا نحصل على الأخبار من وسائل إعلام إفريقية لم يصدروا بيانا رسميا عن مصير الجنود المصريين المختطفين في السودان ولم يخبرون بعد عن ما جرى في الأمن الوطني في العريش ولن يخبرون بالتأكيد عن الجهة المصرية السيادية التي تمتلك الطائرة الموقوفة في زنبيا ترجمة نانسي قنقر